اشتركوا في القناة القمر ما زال موجود يعني استقر في برج الدلو وهو في منزلة سعد بلع وهي جيدة للعلاج والفراق وإطلاف الأموال والحرية ورح يظل فيها أو يمكث فيها حتى تمام الساعة 23 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل بعدها لمنزلة سعد السعود وهي لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق وطبعا تأثير القمر لما يكون بالدلو بالفترة هاي منشعر أنه بحاجة ماسة للتغيير الروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين أكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق أو تجربة أسلوب جديد أو تجربة شيء جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطق أكثر من أنه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وإدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة شعر مثلا أو شراء جهاز استيريو أو تلفاز أو تجربة طعام جديد طبعا بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل خلال هذا اليوم أول زاوية رح تكون زاوية تربيع سلبية بين القمر وأورانوس وهاي رح تكون في تمام الساعة خمسة ودقيقتين صواحا ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني ويفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك يعني شيء سلبي أما بالنسبة للزاوية التي تريها هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين الزهرة وزحل رح تكون في تمام الساعة 43 دقيقة بعد العصر هاي مناسبة لاستقرار العلاقات العاطفية وبتضمن لك نوع من أنواع إخلاص المحبوب وهاي من الزوايا البطيئة يعني بمعنى الزهرة زادت قوتها خلال الفترة هاي أكثر أما بالنسبة للزاوية التي تريها هي زاوية تزديث إيجابية بين القمر والمريخ وهاي رح تكون في تمام الساعة 59 دقيقة مساء بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة لهاي الزاوية بتكون آخر زاوية وبعدها ببلش عنا خلو المسار يعني في تمام الساعة 9.53 دقيقة مساء بيبدأ خلو المسار وبيستمر حتى اليوم التالي لهو 25 عشرة حتى تمام الساعة 8.17 دقيقة مساء يعني بمعنى آخر إنه عنا يوم 25 هو يوم خلو مسار كامل وفي نوع من أنواع النحوس فيه فيفضل في هذا اليوم يعني الفترة هاي الفترة المذكورة اللي هي 25 إنه لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه من قبل خلو المسار يعني أي شيء عقدين النية عليه ومتفقين عليه على إنه إحنا بننتممه يوم 25 هو اللي من نفذه ولكن نبدأ بشيء جديد أو عمل جديد مهم يوم 25 أنا بنصح إنه لا لأنه فترة دخلوه مسار كامل راح تكون يوم 25 لغاية المساء يعني لغاية 8 ساعة 8.17 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الأردن لغاية الساعة 10.17 دقيقة يعني راح نهار كله بالكامل طبعا بما إنه القمر صار يعني أكبر من المربع شوي عمر القمر اليوم ثمان أيام راح يكمل في الساعة 11.25 دقيقة ظهرا بصير 9 أيام نسبة الإضاءة 60% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم يوم الشمس في العقرب حتى يوم 21.11 المزاج سعيد بطبعه القمر في الدلو حتى يوم 25.11 منتحس أحتى ساعات الظهر بعدين بصير سعيد بنسبة 25% طبعا بسبب زاوية التسديس اللي راح تصير مع المريخ وإنه راح ينهي زاوية تربيع فبصير سعيد أما بالنسبة لعطارد في العقرب راح ينتقل تراجعا بعد أكم يوم للميزان ورح يستمر التراجع لغاية 3.11 فهو منتحس بنسبة 50% لسبب أنه راح يشكل زاوية تربيع أقوى اليوم أما بالنسبة للزهرة في العذراء حتى يوم 28.10 المزاج سعيد بنسبة 45% المريخ في الحمل بيتراجع حتى يوم 13.11 نسبة النحوسة نزلت لغاية 35% المشتري في الجدي حتى يوم 19.12 المزاج سعيد بنسبة 10% زحل في الجدي حتى يوم 17.12 المزاج سعيد بنسبة تقريبا تصل لـ 15% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14.1 منتحس بنسبة ما بتصل 10% بس نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 29.11 المزاج ممتزج خلال هذا النهار بلوتوف الجدي سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا في لقاء الأصدقاء منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة إلى أجواء داعمة وبناسبة العمل ضمن مجموعة أو مجموعات بتخوض مجالات عديدة ومتنوعة أهم إيش أنك تنظم جدول أعمالك تحسبا لضيق الوقت التحذيرات اللي بدي أحذرك منها هي من المريخ لأن اليوم مزاجك شوي رح يكون حد أو نافذ الصبر شوي ممكن تكون متلهف ممكن هذا شوي يسبب لك نوع من أنواع النزاعات مع محيطك بدك تجنب أنك أنت تزيد الأمور حساسية أكثر أما بالنسبة لأمور اللي لها علاقة بالعمل واللها علاقة بالمال الفترة هاي بتحملك إشي العلاقة بالأرباح وبتيجي عادة عن طريق شراكة أو زواج أو تركة وبزيد اهتمامك بالمواضيع الروحانية أكثر خلال هذا اليوم طبعا عطارد هو شوي رح يخليك شوي طايش الزيادة أو أفكارك عصبية زيادة ممكن هاي تخلي الفترة هاي إنها تجيب لك أخبار سيئة أو تنقلك بعض المواضيع السيئة اللي تخليك تحتد أهم إش إنه في هاي الفترة أنك تقلل من تنقلاتك أو تحذر من تنقلاتك وتنتبه يعني بدك تركز بشكل جيد خوفا من الحوادث أو بعض الأمور اللي بتيجي مفاجئة وممكن صحة أحد الأحبة تكون بحاجة للرعاية على مستوى الزهرة الزهرة شوي لأنها في بيتك السادس يعني بتعمل نوع من أنواع الإنسجام بالوسط المهني وبرضو بتمتعك بصحة جيدة أو سهل تدارك الوضع الصحي عندك أما بالنسبة للقمر أخيرا فكما ذكرنا وهذا بعزز أمور الصداقة بشكل كبير وبتسود نوع من أنواع التقدير أو الثقة المتبادلة بشكل كبير برج الثور يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح بإثبات جدارته للمسؤولين وبيحافظ على إنجازاته القائمة في مكان عمله أهم شيء أنك ما تشوه سمعتك الظروف شوي ضاغطة وممكن تحمل لك فرصة أو فرصة عمل مهمة أهم شيء أنك تكون متنبه لكل شيء وما تترك الطيش والسهو يتسبب بأخطاء لا تغتفر طبعا المريخ هو شوي بعطي نوع من أنواع الزيادة بالعنف أو شوي بتكون حاد الطباع لدرجة أنه ممكن تحكي كلام يكون جارح أو أنه يستاؤ بعض الأشخاص من طريقة الكلام تاعتك فعشان هيك شوي بدك تكون منتبه لطريقة تكلمك وضع المالي عندك اليوم جيد وعلى مستوى العمل تحظى بشعبية وبتكون كل أعمالك سهلة وميسرة ممكن تحقق اليوم نوع من أنواع الربح الشخصي على المستوى العائلي والاجتماعي يعني بترغب القيام بدور اجتماعي مهم وممكن تحقق استقرار بفضل شراكة أو زواج هاي فترة مناسبة لتحسين العلاقات الزوجية أو العلاقة مع الشركاء إجمالا بس إنه بدك تنتبه من عطارد اللي شوي لانه في البيت السابع عندك ممكن إنه هاي الفترة يكون فيها نوع من أنواع سوء التفاهم أو الخلاف أو النزاعات مع الشركاء أو مع الزوجة يعني هيك نوع من أنواع الحدي بدك تنتبه لها وهاي الفترة هي مناسبة للأمور العاطفية بشكل كبير لأنها بتحظى بنوع من أنواع تمتين الروابط والمودة والعلاقة والمعاملات المالية بشكل كبير يعني بمعنى آخر بتحملك نوع من أنواع الفرص الجيدة فحاول إنك تستغلها وحاول إنك تضبط أعصابك قدر الإمكان برج الجوزاء بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والإتصالات البعيدة وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بأحباكم بوسعكم اجتياز امتحان ممكن تسفر هاي الفترة عن توقيع عقد أو ترويج لموهبة أو اهتماماتك يعني حاول إنك تكون جريء ما ترتبك في المواقف المهمة والصعبة حاول إثبات طاقتك وجدارتك بالمواقع المتقدمة يعني الفترة هاي بتحملك نوع من أنواع الانفراج وبرضو بتكثر فيها نوع من أنواع الاختلاط أو يعني التواصل الجيد ما بينك وبين أشخاص خارج البلاد أو أحلام بالسفر أو أوراق إلها علاقة بالسفر أو أشياء من هذا القبيل وبرضو بتفتح مجالات للمشاريع الكبيرة أو إنك تفكر في بعض المواضيع الكبيرة بالنسبة لأمور اللي إلها علاقة بالمال والعمل في الفترة هاي يعني عندك رغبة أو يعني عندك طاقة عالية جدا لحب العمل أو العمل أو إنجازات بعض الأمور بالعمل وفي بعض الأشياء ممكن تكافأ عليها بشكل كبير يعني بتحتاج هاي الشغلة لنوع من أنواع الترابط الجيد أو تجديد العلاقات فترة مناسبة لتغيير بعض الأمور اللي على المستوى المهني يعني إجراءات جديدة أو أعمال جديدة بالنسبة لعطارد شوي ممكن يعمل نوع من أنواع التوتر في العلاقات مع رفقاء العمل بدك تدير بالك من بعض الأخطاء أو الأغلاط الناجمة بتيجي عن عدم الانتباه أو التسرع في مكان العمل أما بالنسبة للوضع البيت والعائلة والزواج تقريبا الأمور من الزهرة بتعطيها نوع من أنواع العلاقة الممتعة أو الحياة الممتعة في المنزل فترة مناسبة للحصول برضو على أرباح مهمة إذا كنت بتمتلك أملاك عقارية أو بدك تشتغل في المجالات العقارية أو بتشتغل في هاي المجالات بس أهم إشي أنك تحاول أنك تتجنب الدخول في أي جدال خصوصا مع الأصدقاء برج السرطان بتنهمكوا في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب من شراكة أو من تعويض مع هيك بتكوا تخففوا من النفقات حاول ترتيب الأوضاع اللي تراجعت في الأيام السابقة وصحح الانطباعات عنك كن واثق من نفسك ومن كفاءتك وما تسمح لأحد بالتشكيك بقدراتك ممكن تنشغل الفترة هاي بملف إداري أما بالنسبة للزهرة طبعا بما أنها موجودة في البيت الثالث فهي شوي بتكون عندك أنت يعني مرحل زيادة خلال الفترة هاي برضو دمث جدا وسرعة بديها عالية بتتمتع بقدرة عالية جدا على الإقناع الفترة هاي برضو مناسبة للاتصالات والمواصلات والسفر خصوصا برضو العلاقات مع الأقارب والإخوة تحملك مجالات جيدة وقوية جدا أما بالنسبة لأمور المال والعمل فترة هاي برضو بزيد اهتمامك بالأشياء الغامضة والروحانية والأمور اللي إلها علاقة بمواضيع الخيال في بعض الأوقات بتزيد عدوانيتك وإن دفاعك بسبب المريخ أهميش أنك ما تخالف القوانين ما تدخل بأشياء مشبوهة على المستوى العائلي يعني بشوف أنها بتمنحك تقدير من الجنس الآخر وبتحقق لك نوع من أنواع النجاح في بعض المشاريع أو الأرباح عن طريق المعاملات وخصوصا الأمور العقارية فترة مناسبة لأمور اللي ها علاقة بالترفيه أو التسليه أو ترويه عن النفس عطارد في البيت الخامس شوي لأنه منتحس لأنه بتراجع بيجعلك متردد وبرضو ممكن تسمع خبر غير صار من شخص قريب إلك أو خلاف بيكون ما بينك وبين أحد الأبناء أو مع أحد الوالدين يعني بدك تكون حذر من هاي الأمور طبعا بيتركز اهتمامكم حول موضوع الشراكة ابحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاء العمل والعاطفي هاي الفترة من أسوأ أيام الشهر لأنه القمر مقابلك تماما وأكثرها تهديد لاستقرارك حاذر من الأمور اللي إله علاقة بالفضائح يعني حاول إن قدر الإمكان تضبط عصابك وتراقب تحركاتك بتميل بالفترة هاي لفرض الرأي على الآخرين حاول إيجاد المخارج والحلول دون تشنج طبعا المريخ شوي بأثر عليك بدك تتجنب التعامل مع الغرباء بالفترة هاي وحاول إنك تكون حذر أثناء التنقلات والسفر خصوصا الأمور اللي بعيدة عنك يعني بدك تحاول تكون منتبه راقب كلامك ومعني بلاش يحمل سوء تفاهم أما بالنسبة للزهرة طبعا في البيت الثاني وهي فترة مناسبة للنجاح على المستوى المالي والحصول على وضعية مربحة جدا لا إلك الوضع العائلي والاجتماعي تقريبا نحكي إنه فيه نوع من أنواع السعادة والاستقرار على المستوى العائلي وعلاقاتك العائلية جيدة جدا الحال المادية بتكون ميسورة برضو ممكن إنه تتيسر بعض الأمور أو بعض الأرباح هاي فترة مناسبة لشراء بعض الممتلكات أو عقارات أو تحقيق نجاح شخصي بالفترة هاي برضو ممتازة العلاقة الزوجية والعائلية برضو فيها نوع من أنواع لإنسجام بس بدك تحذر من تراجع وطارد اللي شوي بخلي فيه نوع من أنواع التوتر على مستوى البيت وممكن سوء تفاهم أو يعني تسرع ببعض الكلمات وممكن تشعر ببعض الإرهاق أو التوتر العصبي برج العدراء رغم تراكم العمل أنتوا قادرين على مواجهة وإنجاز حصة الأسد منه نضموا جدول غذائكم وخذوا قسط كافي من الراحة بتلازمك الواجبات وبترافقك مشاعر مختلفة معظمها فيها نوع من أنواع القلق أهمش أنك تنظم موقتك بشكل جيد تفادي لأي تقصير أو تأخير أهمش أنك ما تهمل صحتك ولا واجباتك اتجاه الأحبة أما بالنسبة للزهرة في بيتك الأول هي سعيدة بيزيد لطفك ورقتك وقيمتك الاجتماعية وهذه فترة مناسبة للعلاقات العاطفية أما بالنسبة للبيت الثالث عندك بيلعب محيطك شوي ممكن يكون ميسور الحال دور مهم في تحسين وضعيتك يعني ممكن تحصل على دعم معين من اتجاه العائلة أو أحد المقربين لإلك وممكن تحصل على ربح عن طريق السفر أو عن طريق التأليف أو عن طريق المراسلات ممكن تزيد قوة ملاحظتك وفضولك الفكري بالفترة هاي وتحظى بشعبية وتقدير الآخرين عطارد ممكن يخليك تسمع خبر سيء يجعلك متردد أو متحير في بعض القرارات وبيدفعك لاتخاذ قرارات متسرعة أهم شيء أنك تبعد عن إفشاء الأسرار أو تحذر من إفشاء الأسرار في الفترة هاي وبدك تكون حذر من كلامك أو من مراسلاتك بالنسبة للقمر طبعا زي ما ذكرنا بتتمتع بصحة وحيوية جيدة شيئا ما وممكن أنك تجد نوع من أنواع السهولة في تطبيق أعمالك الروتينية أو المنزلية بس بدك تنتبه من المريخ اللي بيخليك تقوم ببعض المجازفات اللي ممكن تعرضك لبعض المشاكل في مجال أو في نطاق عملك تزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم فترة مناسبة لممارسة نشاط فني وبتتحسن الأجواء وترتفع المعنويات بشكل كبير فترة مناسبة للحوار والنقاش ومن أكثر أيام الشهر حبضا أهمش أنك ما تقف متفرج حاول أنك تتحرك وإسعى للمبادرة أجواء رومانسية ودافئة جدا بتميل لمساعدة الآخرين والتضحية وحتى أنه اليوم أنت عندك قدرة على أنك أنت تستقطب الأشخاص اللي حواليك أو تتقرب منهم أو يتقربوا منك بالنسبة للأمور اللي إلها علاقة بالوضع المالي أو أمور العمل تقريبا نقدر نحيي أنه الشمس لأنها في البيت الثاني بتسهل عليك اكتساب الممتلكات المادية وبتحصل على ترقية أو تكريم أو مديح هذه الفترة تعطيك نوع من أنواع الارتقاء العالي يعني بمعنى آخر في تكريم لإلك وممكن يكون هذا بسبب بعض الأشخاص أو الدعم من بعض الأشخاص أصحاب النفوذ وبس المشكلة أنه بزيد ميلك للتبذير بدك تنتبه على مصرفاتك وحاول أنه تبتعد عن المشتريات أو النفقات الغير ضرورية برضو عطارت بسبب لك نوع من أنواع التوتر مع رفاقك في العمل وممكن ترتكب بعض الأخطاء أو بعض الأخطاء في آراءك وأحكامك تجنب توقيع الوثائق المهمة بالفترة هاي بالنسبة للأمور اللي إلها علاقة طبعا بالقمر في البيت الخامس فترة تحض وبتتقوى علاقاتك العاطفية ما هاي بتعرف يعني نوع من أنواع الفترات اللي فيها بهجة وحب التغيير والترفيه بشكل كبير ولكن بدك تحذر من المريخ اللي شوي ممكن يعمل لك بعض النزاعات إما في المنزل أو نوع من أنواع الخلاف ما بينك وبين شركائك إما في العمل أو شريكك بالعاطفي يعني بمعنى آخر ذاك تكون حذر من أي خلاف أو نقاش حد برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول ضبط شؤونكم البيتية والعائلية تجدوا تعاون من أفراد العائلة أهم شنك تحمي وضعك الصحي من التقلبات والإنفعالات ممكن تهتم لأمر عقار ما أهم شنك تتجنب زي ما حكينا الإنفعال والتسرع في إلقاء اللوم على الآخرين مزاجك الفترة هاي متقلب ومتجهم في نفس اللحظة أما بالنسبة للشمس طبعا بتزيد من حيويتك وبتقوي وظيفة جهازك الهضمي بشكل كبير وبتمنحك شخصية متألقة ومتفائلة وعفوية وطموحة يعني شوي في نوع من أنواع الطبيعة العفيفة اللي عندك شوي هيك بس بتكون يعني حاد وممكن في لحظات تكون متسلط بدك تدير بالك الفترة هاي يعني عندك هيك يعني لمصلحتك أنه أنت تتودد للأشخاص لأنه أنت بحاجة لتقدير الآخرين لجهودك الفترة هاي صحيح بتمنحك نوع من أنواع الثقة بالنفس وبتسهل علاقاتك بالمحيط بشكل كبير ولكن زي ما حكينا أنه الشمس لسه ما انتقلت لكل العقرب فعشان هيك شوي بدك تكون حذر من بعض النقاط وخصوصا عطارد اللي بيسبب بعض الإرهاق أو الإجهاد بسبب عصبيتك وتلهفك وسرعة إنفعالك بدك تتجنب من اتخاذ القرارات المهمة وحاول أنه تنتبه أثناء تنقلاتك لأنه الفترة هاي ممكن تسمع أخبار متناقضة كثيرة أما المريخ لأنه في البيت السادس عندك ممكن هاي يتخليك تتعرض لبعض الأمور أو الأمراض اللي إلها علاقة بالالتهابات أو الجروح أو الحروق خصوصا في ميدان العمل بدك تكون حذر من الإصابات قدر الإمكان وتكون مركز أما بالنسبة للقمر بتعرف حياتك العائلية فترة من الراحة والبهجة وخصوصا من ساعات مع بعض الظهر عند سعادة القمر بتكون الأجواء جيدة الظهرة بتمنحك أو بتمنح مشاريعك اللي ممكن تحقق بمساعدة أصدقائك أو أشخاص دونه فود نوع من أنواع المكاسب اللي بتكون مميزة ولصالحك برج القوس بتنشطوا في السفر والاتصالات واللقاءات وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتكثر التنقلات والزيارات وورشات العمل لحسن الحظ أنت بتتمتع بسرعة خاطر ممكن تتصرف لكن سيطر على إن فعالاتك ممكن تضطر لتقديم المساعدة لأحد الإخوي خلال هاي الفترة طبعا الشمس بتزيد من ميلك للأمور الروحانية وروح التضحي وبرضو المغامرة عطارد بعرضك لكلام سيء أو لإفشاء أسرار لإلك فعشانك بدك تكون حذر وأهم إشي ما تهتم لهاي الأمور بشكل كبير يعني بمعنى آخر إذا تنشتها بتكون الأمور لصالحك أما بالنسبة للقمر طبعا علاقاتك اليومية وتنقلاتك بتكون ممتازة جدا وممكن تستفيد من علاقاتك مع محيطك أما بالنسبة للزهرة طبعا في بيتك العاشر سعيدة بتعرف هاي الفترة نوع من أنواع التفاول والنجاح فترة مناسبة لأمور إلها علاقة إما للزواج أو للروقي يعني ممكن برضو تعزز نقاط قوية لإلك حتى في مكان العمل وممكن تسمع نوع من أنواع التكريم أما بالنسبة للمريخ طبعا هنا بغلب على سلوكك نوع من أنواع العنف وخصوصا مع الأحبة وبسوء تعاملك ولياقتك في علاقاتك العاطفية فبدكتون حذر من التصرفات الحادة والتقلب بالمزاج وخصوصا مع الحبيب أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين برج الجدي تم فرصة لمكسب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من أي خطوة مالية جديدة خففوا من النفقات ممكن تقدم على إنجاز أو تناقش صفقة أو اتفاقية اعمل بجدية نظم شونك المالية وامتنع عن مخالفة القوانين والتورق في مشاريع مشبوهة طبعا الزهرة هنا بيكون سلوكك جيد خلال الفترة هاي ومحكين إنك تحصل أو تحصل على تقدير الآخرين فترة مناسبة للتنقلات والاتصالات بشكل كبير أما بالنسبة للقمر طبعا هاي الفترة بتسهل عليك الأعمال اليومية وفي الحصول برضو على أمور إلها علاقة بالأموال والأرباح ولكن أهم شيء زي ما حكينا حاول إنك تنتبه من المصاريف لزيادة ممكن هن من الشمس إنك تتمكن من تحقيق مشروع أو أمنية بمساعدة أشخاص لهم منصب أو نفوذ أو علاقات علاقاتك برضو في الفترة هاي مع الأصدقاء بتكون جيدة عطارد شوي ممكن يقلي فيه نوع من أنواع التوتر بالعلاقة خصوصا مع الأصدقاء في هاي الفترة يعني مشاحنات أو ملاسنات أما بالنسبة للمريخ فهو بركز على بعض الخلافات المنزلية أو العائلية وممكن شوي أنك تحس بنوع من أنواع الضجر أو تتهرب من بعض المسئوليات المنزلية برج الدلو طبعا اليوم أنتم ممتلئون نشاط وحيوية وقدرون على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها شعبية تكون في تصاعد بتكون مستعد للتحرك في كل الاتجاهات تسلط عليك الأضواء وعلى قدراتك وبتنطلق بحماسة وعزيمة كبيرة فترة إيجابية وممكن ترغب في التغيير واقتحام مجالات جديدة القمر بيعطيك برضو نوع من أنواع الهدوء والسكينة والطمأنينة على المستوى النفسي أما بالنسبة للمريخ هو اللي شوي بيخليك عدواني في بعض الأوقات وبسبب لك بعض الخلافات أو سوء التفاهم عليك تجنب التناقلات أو الحذر أثناء التنقلات وأثناء السفر من نسيان أو فقدان بعض الحاجيات أو التعطيل الشمس بتساعدك في تحقيق نجاح اجتماعي بفضل مساندة أشخاص داعمين أو ذو منصب أو يعني إلهم مكاني معين أو متفوقين في مجال معين ممكن تحصل بالفترة هاي أو تحصل على ترقية أو منصب أو سلطة وممكن تحظى بثقة واحترام أو تقدير الآخرين أما بالنسبة لعطارد هو اللي شوي بيخليك تميل للإهمال خصوصا إهمال مشاريعك وممكن تتعرض صمعتك الاجتماعية لشبهة معينة أو لبعض الكلام العاهم إش إنه بالفترة هاي تتحلى بالصبر وتركز بشكل جيد عشان تحلها الزهرة في البيت الثامن بتجيب لك بعض المكاسب اللي بتيجي عن طريق الزواج أو عن طريق شراكة أو عن طريق هبات أو مساعدات برج الحوت طبعا القمر بما أنه موجود في الدلو رح يظل لغاية بكرة المساء وهو موجود في الدلو فبتكون تكونوا حذرين لأن الفترة هاي رح تشعروا بالتعب بسيطر عليكم أهمش إنكوا تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري حاولوا إنكوا تخلدوا للراحة تأخذوا راحة هيك تنتبهوا لصحتكم بتسجل هاي الفترة نوع من أنواع الركود على جميع الأصعدة بنصحك بعدم المباشرة بالتنفيذ أي شيء يعني جديد اعمل الأعمال الروتينية وحاول إنك تأخذ فترة من الراحة من وقت لآخر ممكن إنك بالفترة هاي تستغلها للتخلص من عادتك القديمة وحاول إنك تنشغل بس بالمسائل الروتينية واحذر من التأخير والخسائر والوعكات الصحية طبعا القمر هنا بعطيك نوع من أنواع المساعدة أو ممكن تحظى بمساعدة مفاجئة في ظروف صعبة وممكن تتجاوز مخاوف مائلها أي أساس أما بالنسبة للشمس بيزيد ذكائك فيها وطموحك وبتكون كريم ومتسامح ومتفائل هاي فترة مناسبة للتنقلات والسفر أو أخذ عطلة معينة أما بالنسبة للعطارد اللي هو أكثر واحد أنا بشوفه مزعج بالفترة هاي بدك تدير بالك وتحذر من الوعود لأنه في الفترة هاي كلما يتم الوفاء في هاي الوعود يستحسن تجنب السفر أو الانتباه أثناء السفر أو تأجيله لوقت آخر بيكون أفضل المريخ شوي بيخلي في نوع من أنواع النزاعات مع رفاقك خصوصا في مكان العمل أو مع رئيسك لأسباب إلها علاقة بالوضع المالي بدك تتجنب التبذير بشكل كبير أما بالنسبة للزهرة هاي الفترة فترة مناسبة وخصوصا للأمور اللي إلها علاقة بالزوج أو بالزوجة أو لتحسين العلاقات مع الشركاء وهذا الوقت مناسب أمور إلها علاقة بالزواج أو الارتباط أو عقد شراكي يعني وممكن عقد شراكي لأنه شراكي بالفترة هاي بتكون منتجة وبتكون جيدة النتائج اللي إلها أهم إش إنك أنت تستغلها برضو في تصفية الخلافات بشكل ودي ما بينك وبين أي شخص بينك وبين خلافات هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء